لبنان نهاية الجولة المعنوية بين حزب الله وإسرائيل لم تغلق باب التصعيد تل أبيب تحمل الحكومة مسؤولية صواريخ حزب الله الدقيقة وتهدد بالرد بقسوة والحسابات الإيرانية تحدد خطوات نصر الله المقبلة أفغانستان المبعوث الأمريكي يسلم غني مسودة اتفاق سلام مع طالبان للدراسة الرئيس الأفغاني يشترط التباحث مع كافة المكونات السياسية في البلاد وتساؤلات لشن تصعيد طالبان هجماتها ضد الحكومة والمدنيين السلام عليكم ورحمة الله لبنان في يومها التاسع من حالة الاستنفار القائم تتلقى تهديدات إسرائيلية بإيقاف أنشطة حزب الله عبر وزير الخارجية الألماني وتعلن استعدادها للرد بقوة في إسرائيل على أي تجاوز من طرف حزب الله وبأن الدولة اللبنانية هي المسؤولة الوحيدة عن ذلك فيما تصدرت الخدع الحربية الإسرائيلية بإظهار جنودها جرحة جراء هجمة ميليشيا حزب الله لتضرب مصداقية الحزب أمام أتباعه نصر الله أعلن تجاوز الخطوط الحمراء مع إسرائيل فما هي السيناريوهات أمام لبنان في ظل ظروفه الاقتصادية والسياسية؟ هل نحن أمام حرب إعلامية من الطرفين باعتبار عدم قدرتهم على خوض حرب طويلة؟ ما التحولات وملامح المرحلة الجديدة التي أسست لها عملية أففيم رغم محدوديته؟ يستمر الهدوء أن كان هشا وحذرا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة هدوء تخرقه إسرائيل بشكل متقطع وآخر انتهاكاتها تسيير منطاض تجسسي ولأكثر من مرة فوق المناطق الجنوبية الهدوء الميداني النسبي يقابله رفع في منسوب الخطاب الحربي في أعقاب نشر حزب الله شريطا مصورا يبين تفاصيل عملية يوم الأحد الماضي عن صاروخ كورنات استهدف الألية العسكرية الإسرائيلية فأصابها ما أدى إلى انفجارها وتصاعد الدخان منها هذا الشريط المصور أظهر خديعة إسرائيل فالإصابات في صفوف جنودها في تبادل لإطلاق النار مع حزب الله وهمية وثكنة أفي فيم لم تتضرر والأمين العام للحزب حسن نصر الله أكد نجاح العملية التي أتت في العمق الإسرائيلي وليس على الشريط الحدودي وأن كانت عملية معنوية إعلامية حبست أنفاس لبنان قبل الاحتلال الإسرائيلي المقاومة رابطت وصبرت وتابعت معلوماتيا وعلى كل صعيد وعندما حصلت على الهدف ضربت هذا الهدف وعصابته بكل تأكيد وبعد تأكيد نصر الله امتلاك حزبي صواريخ دقيقة توعد رئيس الأركان الإسرائيلي بعدم استماح باستمرار هذا الواقع في المقابل وبحسب بيان الخارجية الإسرائيلية فقد طلبت من نظيرتها الألمانية نقل تهديد للحكومة اللبنانية بتكبيد لبنان خسائر قاسية إذا لم تتوقف أنشطة حزب الله إنذار تل أبيب قابله نصر الله بإنذار مماثل متحدثا عن سقوط كل الخطوط الحمر في المواجهة مع إسرائيل للدفاع اللبنان وسيادة لبنان وترامة لبنان وعمل لبنان وشعب لبنان ليس هناك خطوط حملاء صواريخ نصر الله قد تفتح الباب لجولة جديدة من التصعيد مع إسرائيل لا يمكن للبنان بوضع السياسي والاقتصادي أن يتحملها من هنا يواصل رئيس الحكومة سعد الحريري اتصالاته الدبلوماسية لتجنيب لبنان الأسوأ واجب رئيس الحكومة اليوم يمنع أي حرب تصير واللي عملتهم بارح هو من واجبه كرئيس حكومة عمل بإتصالات وإن شاء الله خلاص خلصة لبصة وفيما يستمر حزب الله بتخطي الدولة ومصادرة قرارها بالحرب والسلم يستمر كذلك تصاعد المواقف التي تركز على وجوب إقرار استراتيجية دفاعية لحصر السلاح في يد الشرعية وحدها وسط تخوف من انهيار السبعة عشر سفر واحد ما يعني بالتالي دخول لبنان في المحظور صحيح أنه ما كان مطبق بشكل كامل صحيح أنه حزب الله محتفظ بسلاحه صحيح أنه ولكن كان نوع من الهدوء كان في مرجعية أنونية تستند إليها الدول التي ترغب في مساعدة لبنان ورغم الصورة القاتمة حاليا تتقاطع بعض القراءات التحليلية عند التأكيد بأن المواجهة الشاملة مستبعدة لأن لا مصلح حاليا بالتصعيد العسكري لا لإسرائيل ولا لحزب الله مرحلة جديدة دخلتها الحدود الجنوبية ودخل معها لبنان في متاهة الخوف من تجدد الاشتباكات وتصاعد المواجهات مع ما يعنيه ذلك من عكاسات سلبية كبيرة على الداخل اللبناني لبرنامج رياض مرسل كرم الإخبارية بيروت للنقاش في هذا الملف ينضم إلينا هنا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ منيف عماشي الحربي من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ نوفا الضو من القاهرة مستشار المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط دكتور محمد مجاهد الزيات أهلا بكم جميعا أبدأ معك سيد منيف يعني بعد انتهاء هذه الجولة الإعلامية كما رأاها البعض بين حزب الله وإسرائيل هل استراتيجية الإسرائيلية من مصلحتها عدم وجود عدو دائم بالتالي سواء انقضت على حزب الله أو غيرها من التنظيمات في المنطقة خلنوضح أخي مفرح أنه بعد كام ديفيد وتعرف لا حرب بدون مصر ولا سلام بدون سوريا المقولة المشهورة في ذلك الوقت بعد كام ديفيد واتفقية السلام ونوعا ما خروج الصراع المباشر بين مصر وإسرائيل إسرائيل بدأت تتنبه أنه يجب أن يكون هناك عدو دائم وهي نفس الاستراتيجية الأمريكية وجود عدو دائم بعد الشيوعية تحول إلى المد الإسلامي فسمحت تل أبيب بصعود طهران بدليل أنه ضربت المفاعل النووي العراقي ولم تقوم بأي ضربات للمفاعل النووي الإيراني لكن لماذا تحتاج إسرائيل للعدو الدائم؟ يعني هذه تحتاجها الدول إذا كان عندها مشكلات داخلية بلا شك أنت لو تشوف المشهد الإسرائيلي تعرف أنه في صراع بين الإشكنازة والسفردين والفلاشة تعرف أنه في 2011 واحد متظاهر أحرق نفسه بسبب غلاء المعيشة في تل أبيب هناك قضايا كبيرة جدا داخل المشهد الإسرائيلي تحول الجنرارات إلى ساسة إحدى الموضوعات فوجود عدو سمحت بصعود طهران وسمحت أيضا بصعود حماس حماس عطلت فتح لو تلاحظ صعود حماس أضعف من قوة فتح في المشهد الفلسطيني أيضا سمحت لحزب الله بالصعود بشكل كبير حتى بعد 2006 بعد حرب 2006 ما الذي تغير الآن؟ بلا شك المشهد تغير تغير في وجود المشروع النووي الإيراني تعرف أن تل أبيب استطاعت أن يحصل على أرشيف المشروع النووي الإيراني قام باغتيالات علماء ذرة في طهران الآن هو يقوم بضربات في سوريا وفي العراق وفي لبنان ضد إيران وضد ميليشياته المعادلة الآن اختلفت بسبب المشروع النووي المشروع النووي بلا شك أن إسرائيل كما حدث مع العراق هو خط أحمر اختيار رفسنجاني 2017 لأنه طهران كان لها قنوات خلفية مع تل أبيب تعرف في قضية إيران كونترا وفي قضية عوفر 2009 ففي قنوات خلفية المشروع عن قنوات خلفية رفسنجاني اختيار رفسنجاني أخلب القنوات الخلفية وفي توافقات حتى معلوات متحدة الآن المشهد يبدو أنه إسرائيل بدت تدرك تماما أنه الخطر الإيراني أصبح خطر حقيقي عليها في المشروع النووي طيب سيد نوف الضوء يعني حالة الترقب بين لبنان وبين إسرائيل هل انتهت باعتبار أنه رد حزب الله وإن كان قيل بأنه هذه خدعة من الإسرائيليين لإقناع الحزب بأنه بالفعل رد لا بالحقيقة الموضوع لم ينتهي قد يكون انتهى فصل أو صفحة معينة ولكن هناك مسار منذ سنوات طويلة لا يزال هذا المسار مستمرا وهو إلى تصاعد أنا أعتقد أن إسرائيل تستفيد من كل هذه الحالة لتبني ملفا للواقع اللبناني وتحديدا لحزب الله تتوجه فيه في يوم من الأيام إلى المجتمع الدولي إذا كانت إسرائيل تريد أن تشن حربا على لبنان فهي بحاجة إلى تبريرات وأعتقد أن حزب الله يوما بعد يوم يغذي الملف الإسرائيلي بهذه التبريرات هو يظهر وكأنه يستعرض قوته ولكن أنا أخشى أن تكون إسرائيل تجمع كل هذه التصريحات وهذه المواقف وهذه الأفعال والتحركات على الأرض طبعا بالإضافة إلى ملف استخباري كبير تجمع كل هذا الملف عندما يحين الوقت لتواجه المجتمع الدولي وتقول بأنها في حالة دفاع عن النفس وليست في حالة اعتداء أو في حالة هجوم حزب الله ما يقوم به في هذه الأيام خطير للغاية لأنه عمليا يعني يعطي ذريعة لإسرائيل ويضيف الذرائع إلى الملف الإسرائيلي الذي كما قلت تكونه الحكومة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة موضوع إطلاق الصواريخ الكورنت على الآلية الإسرائيلية بمعزل عن النتائج العملانية والميدانية هو أظهر للمجتمع الدولي بأن هناك صواريخ لحزب الله وقواعد عسكرية لحزب الله على بعد خمسمائة متر أو كيلو متر من الشريط الحدودي بينها وبالتالي هذا خرق فاضح للقرار 1701 صحيح أن إسرائيل تقوم بخرق الأجواء اللبنانية يوميا ولكن ما أظهره حزب الله يمكن أن يكون ذريعة لإسرائيل بأنها تقوم بعملية دفاع عن النفس ومحاولة استباق لأي عملية قد تستهدفها من جانب حزب الله هذه المواضيع خطيرة للغاية ولا أعتقد أنها يمكن أن تأخذ بسهولة ويعني علينا الفصل جيدا بين الحرب الدعائية التي يقوم بها حزب الله من خلال خطابات السيد حسن نصر الله وبين موازين القوى الفعلية على الأرض حزب الله أطلق صاروخين على إسرائيل ردت إسرائيل بمئة قذيفة وبالتالي إذا كانت هذه الحرب ستقوم على قاعدة كل قذيفة من جانب لبنان ستواجه بخمسين قذيفة من جانب إسرائيل فلا أعتقد أن الموضوع الذي يتحدث عنه السيد حسن نصر الله بالقول بأن هناك قوة رادعة تمنع إسرائيل من ضرب لبنان لا أعتقد أن هذا الكلام هو في مكانه بأي شكل من الأشكال دكتور زيات هل وقع حزب الله في الفخ بدليل هذه العملية والخدعة التي هدفت من ورائها إسرائيل إلى تهدئة الوضع كما قيل وذلك عبر دفع الحزب حزب الله إلى الاعتقاد بأنه بالفعل رد ولكن كما قال السيد نوفا الضغم بأنه وقع في فخ هناك تمركز له قريب جدا وهو ينتهك القرار 1701 وإسرائيل أثبتت ذلك برغم انتهاكها السابق للقرار يعني أولا تحياتي لك والسادة الضيوف والسادة المشاهدين الحقيقة أن المعادلة فيما يتعلق بالتعامل بين حزب الله وبين إسرائيل تحكمها عدد من الاعتبارات ما يحدث الآن لا يمكن فصله عن ملف الأزمة النووية الإيرانية فحزب الله جزء من هذه الأزمة وما يقوم به الآن هو محاولة لتأكيد أن الأزرع الإيرانية الممتدة عبر المنطقة لا حضور قوي هنا أما فيما يتعلق بالمواجهة بين الطرفين فهناك سقف وهناك ضوابط تحكم المواجهة بين كل منهما إسرائيل لديها كل القدرات وتستطيع أن توجه ضربات قاصمة لكنها ليست على استعداد للقيام بذلك حتى الآن هناك انتخابات داخلية خلال شهر أو عشرين يوم داخل إسرائيل وبالتالي لا يريد رئيس الوزراء أن يغامر بعمليات غير محسوبة في هذا التوقيت طالما أن حزب الله لم يهدد الأمن الإسرائيلي بدرجة كافية لعلك تراجع أن إسرائيل قامت بتوجيه ضربات لمواقع حزب الله في سوريا وضربت حتى الوجود الإيراني أو الحضور الإيراني العسكري خلال العام الماضي بحوالي 73 ضربة من بينها 6 ضربات لقوات تابعة أو مرتكزات تابعة لحزب الله واغتيالات قيادات عسكرية لحزب الله قوية ولم يحدث أي رد الرد الذي يتم حتى الآن هو نوع من يمكن تسميته إبراء الزمة يعني أنا قمت بعملية إذا كانت هذه العملية كما قال السيد نوفل تورط حزب الله وتزيد من توفر الأوراق التي لدى إسرائيل لمخطبة المجتمع الدولي إلا أنها في الحقيقة لم تقدم تأثيرا القزيفة لم تمس مواطنين مدنيين أو مدارس مثلا في هذه الحالة كان الموقف الإسرائيلي سيكون مختلفا تماما إذن هناك نوع من التراضي بين الطرفين حزب الله لا يدرك الحدود التي يمكن أن تتحرك فيها إسرائيل بقوة وإسرائيل لا تريد أن تشن حربا موسعة في اعتقادي أن إمكانية المواجهة بين الطرفين مرتبطة بالتطورات في ملف الأزمة النووية الإيرانية والمشاهد الآن أنها تتجه لنوع من التفاوض ونوعا من التهدئة هذه التهدئة ستفرض على حزب الله لكن ربما يكون الميدان الذي يزعج إسرائيل إذا كان إسرائيل منزعجة من هذا التوجه للأزمة فربما يكون الميدان السوري بالتحديد أو العراقي مجالا للمواجهة بين الطرفين وعملية السئصان للوجود أو الحضور العسكري لإيران والحيلولة دون قدرة حزب الله على تطوير صواريخه بحيث تهدد الأمن الإسرائيلي بدرجة أكبر طيب إذا كان هناك جولة عسكرية انتهت تقريبا أو تهدئة إلى أمد ما هي الارتدادات؟ ارتدادات ما حصل على لبنان داخليا سياسيا واقتصاديا أين الحكومة؟ أين السياسيين من كل ما يحصل الآن؟ يبدو أن هذا الكلام اللي يعاد دائما ثبت أن حزب الله هو صالح القرار وهو يحدد مدى قيامه بعمليات من عدمها الأقطاب السياسية الأخرى لا تجيد إلا الصراخ في الإعلام وهذه الحقيقة لا يوجد شيء على الأرض لا يستطيع أحد منح حزب الله من العمل وأنا أستغرب يعني هناك قيادات تاريخية سواء قيادات تاريخية مارونية سنية درزية لا تستطيع أن تتكون في تشكل معين يبدو 14 آذار لم يعد بهذا القوة كيف حزب يستطيع أن يقوم بعمليات ضد طرف خارجي دون موافقة الحكومة اللبنانية؟ أصلا الحكومة اللبنانية مغيبة تماما وهذه قضية خطيرة بس دعنا أرجع مفرح إلى نقطة مهمة أعتقد أنه اجتماع 25 جون 2019 في القدس الغربية بين باتروشيف مستشار العمن القومي الروسي ومائير بن شابات مستشار العمن القومي الإسرائيلي وبولتين بحضور نتنياهو في القدس الغربية أطلق يد إسرائيل أكثر في هذا المشهد سواء في سوريا سواء في العراق أو في لبنان يبدو أنه طبعا قيام حزب الله بهذه العملية هو ليفك الخناق على طهران لأنه تعرف طهران بعد جولة بريف طبعا يفك الخناق عن لبنان أيضا عندما تقصف إسرائيل وتخرق الأجواء اللبنانية والحكومة الجيش مغيبين عن هذه الأمور على الأقل هناك رد من يصنع القرار لحزب الله هو في طهران وليس في بيروت وهذا ما يحدث حقيقة يعني حتى علي أكبر ولاية عند زيارته لبيروت كان يهدد بعض القيادات السياسية يجب أن نعرف أن لبنان مختطف من قبل حزب الله وهذا الحقيقة فبالتالي من يحرك حزب الله بالأزمة الخانقة تعرف الآن ضريف بزيارته لفرنسا لم يحقق أي نتائج رغم أنه قام بزيارتين خلال أسبوع في قمة السبع الآن هم يريدون تحريك جبهة لبنان والجبهة الحوثية أيضا ليفك الخناق على طهران فبالتالي قرار حزب الله هو في طهران وليس في بيروت طيب سيد الضوء لدينا حزب الله لدينا نبيه بري وضع حركة أمل في وضع الاستعداد إسرائيل بعثت بتهديد إلى الحكومة اللبنانية إلى الساسة اللبنانية عبر ألمانيا الرد سيكون قاسيا إذا لم يتوقف حزب الله عن أنشطته يعني ماذا نفهم من هذا كله ماذا يمكن للحكومة اللبنانية بصراحة أن تفعله غير أن تتوجه إلى المجتمع الدولي وغير أن تحقاط بالفاعلين في العالم لتهديئة الوضع أولا إذا كانت الحكومة اللبنانية في صدد ممارسة مهماتها وصلاحياتها فعليها أن تقف بوجه حزب الله وأن تعلن للمجتمع العربي والدولي والشرعيتين العربية والدولية بأن الشرعية اللبنانية شيء وما يقوم به حزب الله شيء آخر وبالتالي على هذه الحكومة اللبنانية أن تقيم خطا فاصلا ولو مبدئيا ومن حيث الموقف السياسي بين موقفها وصلاحياتها ودورها وبين ما يقوم به حزب الله الخطورة في الموضوع أن الحكومة اللبنانية باتت تغطي ما يقوم به حزب الله وبالتالي هذا ما يسمح لإسرائيل وللمجتمع الدولي بأن يقول بأن الحكومة اللبنانية هي التي تتحمل مسؤولية في حرب الالفين وستة الرئيس فؤاد السانيورة وحكومة الرئيس فؤاد السانيورة نجحا في إقامة فصل بين موقف الدولة اللبنانية الشرعية وبين حزب الله هذا الفصل مكن لبنان من أن يتمكن من مخاطبة المجتمع الدولي بمساعدة العرب وأن يقيم وقفا لإطلاق النار أو وقفا للعمليات العدائية من خلال القرار 1701 أعتقد أن بقاء الأمور على ما هي عليه اليوم يضع لبنان في دائرة خطر أكبر بكثير مما كان عليه الأمر في العام 2006 لأن الحكومة اللبنانية اليوم باتت تعتبر في نظر المجتمع الدولي في نظر المجتمع العربي وفي نظر حتى بعض اللبنانيين أنها دمية بيد حزب الله وهي ليس أنها غير قادرة ولكنها لا تريد أن تقف بواجه حزب الله على الأقل من الناحية المبدئية والسياسية لا أحد يطلب من الحكومة اللبنانية أن تواجه حزب الله عسكريا ولكن عليها أن تقول بكل بساطة بأن ما يقوم به حزب الله وتصرف خارج عن إيرادة الدولة اللبنانية خارج عن الدستور اللبناني عفوا يعني اجتماع مجلس الدفاع الأعلى خرج بأن يقول أنه من حق اللبنانيين الدفاع عن أنفسهم بالتالي ليس واردا إذن أن يكون الجيش سيرد على الغرات الإسرائيلية فالضغط خف على الحكومة اللبنانية على الجيش اللبناني من خلال هكذا رد سواء قام به حزب الله أو حركة أمل أو أي فصيل كان سيدي عندما نقول بأن من حق الشعب اللبناني أن يدافع عن نفسه فهذا يعني أن الشعب اللبناني يدافع عن نفسه من خلال حكومته ومؤسساته الشرعية والدستورية المعترف بها دوليا وليس من خلال ميليشيات وليس من خلال جماعات مسلحة وأحزاب تأتمر بمشاريع خارجية حتى الدستور اللبناني واضح وصريح ويقول بكل بساطة بأن الشعب اللبناني هو مصدر السلطات يمارسها من خلال المؤسسات الدستورية حتى ما يتذرع به البعض من أن ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يسمح بالدفاع عن النفس نتذكر جيدا ونقرأ جيدا بأن ميثاق الأمم المتحدة يسمح للدول ويعطي الدول حق الدفاع عن النفس ولا يعطي الجماعات المسلحة فقط سمي لي حزبا مسلحا واحدا في العالم يملك ما يملكه حزب الله من صواريخ ومن ترسانات عسكرية بطبيعة الحال فلنضع الحشد الشعبي جانبا والحثيين جانبا لأن كلهم سواهم يعني هذه المجموعات هي أوجه متعددة لعملة واحدة اسمها العملة الإيرانية أما فلنبحث في كل دول العالم لا نجد بأي طريقة من الطرق وبأي شكل من الأشكال ميليشيات وأحزاب مسلحة تمتلك هذه الترسانة الصاروخية الباليستية التي يمكن أن تهدد الأمن الإقليمي والأمن الدولي موضوع الذي نعيشه في لبنان موضوع خطير جدا في هذه المرحلة يزداد خطورة بأن الطبقة السياسية التي تحكم في لبنان عقدت صفقة مع حزب الله في مقابل المناصب التي تولتها والتي سمع حزب الله بأن تتولاها تركت له القرارات السيادية في مجالات السياسة الخارجية ومجالات الدفاع وهي بكل أسف تلتهي في هذه الأيام بعملية تقاسم حصص وبإدارة داخلية لدرجة هناك في لبنان من يعتقد بأن سلطة الحكم الذاتي لمحمود عباس في الضفة الغربية هي أفعل بكثير من سلطة الحكومة اللبنانية في لبنان دكتور مجاهد زياتي يبدو أن الجميع يعرف الدور والخطوط المرسومة له حتى وإن قال حسن نصر الله بأنه لا خطوط حمراء الآن إذا كان الإسرائيليون يقولون حزب الله أضعف من العام 2006 فإسرائيل أيضا ليست قوية بدليل أن ما تتفخر به القبة الصاروخية فشلت مرارا في اعتراض صواريخ قسام والمنطلقة من المقاومة الفلسطينية بالتالي ما المستقبل لهكذا وضع يعني يعني إسرائيل ليست ضعيفة والأنظمة الدفاعية لها سواء القبة الحديدية أو مقلع داود لا يوجد نظام مضاد للصواريخ يستطيع أن يحقق 100% من مواجهة للصواريخ التي تطلق عليه حتى نظام الباتريوت لكن هناك قواعد تفرضها إسرائيل في التعامل أو في قواعد الاشتباك سواء مع حماس أو مع حزب الله أو مع حركة الجهاد فهي في مثلا على سبيل المثال في التعامل مع حماس تجد تضع سقفا لتصليح حماس والمنظمات المقاومة وعندما يتجاوز هذا السقف يتم تجاوزه توجه ضربات قاتلة أو قاسمة للقدرات التسلحية لتلك الدول حماس عندها استعداد لتفجير الوضع بصورة أساسية وتحاول أن تستفيد من الظروف التي تواجهها إسرائيل الظروف الداخلية للانتخابات لكن كلا الطرفين المتصارعين في إسرائيل الحكومة والمعارضة لديهم استعداد وبرنامج للقضاء على حركة حماس عند الضرورة لكن هم يرون أن هناك فائدة من بقاء حماس بهذا الشكل للدخول في الملف الفلسطيني والتعامل مع الحكومة الفلسطينية هي تحقق هدفا فيما يتعلق بحزب الله إسرائيل اخترقت الأجواء اللبنانية خلال العام الماضي 1800 مرة ولم يتحرك حزب الله في مواجهة هذه الخروقات إذا كان يحمي أو يتولى السياسة الدفاعية عن لبنان لكن دعنا نرى نقول أن الوضع في لبنان هش لدرجة كبيرة وهناك تحالفات سياسية مع حزب الله تفرض ضغوطا على الحكومة واللبنان تعاني ضغوطا إقصادية ممكن أن تعطل الحياة بأكملها ربما كانت الحكومة الضعيفة في وجه نظر البعض مضطرة لديه المسيارة لتسيير الحياة اليومية بهذا الشكل ومدركة أن حزب الله لن يذهب بعيدا في المواجهة مع إسرائيل ولن يشن حرب يعني تهديدات حسن نصر الله في أول يوم الكل انتظر عملية قوية وإذا بنا نرى صار خزائف ضد إحدى المدرعات يعني العملية محدودة ومحكومة ولن تذهب إلى مواجهة شاملة ولكن قال بأنها كانت في وضح النهار وليست في الليل عموما هل أهدى حزب الله حسن نصر الله يعني هدية لنيتنياهو في الانتخابات؟ أعتقد أنه خلنا بشر إلى نقطة قبل أن نجعب على هذا السؤال ألمانيا كانت دائما هي الوسيط بين إسرائيل وحماس وإسرائيل وحزب الله وإسرائيل وطحران ألمانيا تغير موقفها إلى درجة أنها تذهب إلى تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية هذا يعكد لك أخبرك وقالت هي بأنه نحن مستعدون لضبط الحدود بين البلدين ومعات صالوا مع وزير خارجية إسرائيل ذكر أنه ستصنف وبالتالي أنا أعتقد هذه الحقبة لطحران وحماس وحزب الله كانوا يخدمون الأهداف الإسرائيلية وخدموها بشكل كبير جدا يعني حماس حجمت فتح حزب الله لعب دور أساسي في إيجاد العدو الدائم لإسرائيل بلا شك حققوا نتائج الآن المعادلة اختلفت أنا أعتقد بعد المشروع النووي وتطورات التي حدث بالنسبة لإسرائيل الأطراف هذه ما عدا مثل ما قال الدكتور جاهد زياد مع الفصائل الفلسطينية في غزة لاحظ يتغضون عن التسلح ولكن عندما تصل لحد معين يقومون بالقصر وهذه مع معادلة العدو الدائم لكن هل خدمت نتنياهو؟ أنا أعتقد إلى حد ما لم تخدمه بالشكل السابق يعني نعم أظهرته أنه رجل يستطيع الرد ولكن أيضا لا زال المشهد الضبابي أزرق وأبيض يصعد دخول اليسار بقوة أعتقد نتنياهو يواجه أصعب انتخابات في تاريخه طيب إذن الوضع هل هو سيد ضوي يعني حرب مفتوحة في أي وقت يمكن أن يعود هجوم إسرائيلي ورد من حزب الله أم هي عملية استخباراتية كما قال الضيف هنا واستهدافات دقيقة لمواقع سواء في لبنان أو في سوريا كما تبعنا أنا أعتقد أن إسرائيل من بين المرات القليلة التي تتحرك فيها من ضمن استراتيجية الأمريكية في المنطقة والعالم وليس العكس في السابق عدة مرات نجحت إسرائيل في استدراج الولايات المتحدة الأمريكية إلى حيث تريد أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية التي تخوض معركة مباشرة مع إيران هذه المرة وأن إسرائيل تتولى موضوع الأذرع الإيرانية يتكاملان في موضوع مقاربة هذا الملف هل تتفق مع ما ذكره أضيف؟ ويدخل على خط أيضا تكامل نعم سيد منيف من أنه اجتماع جون في إسرائيل أطلق يد الإسرائيليين ربما بقرار أمريكي في النهاية بقرار أمريكي وموافقة روسية وهذا الاجتماع سيعود ويتكرر حسب مقرأة اليوم خلال الأسبوعين المقبلين أيضا في إسرائيل وبالتالي ما كنت أقوله بأنه حتى الضربات التي تقوم بها إسرائيل في سوريا لا تؤذي السياسة الروسية واستراتيجية الروسية لأنها تضعف النفوذ الإيراني في سوريا وهذا يعني يمكن أن يريح أكثر وأكثر النفوذ الروسي في الداخل السوري ويسمح لروسيا بأن تتحرك باستقلالية أكبر وبضغط أقل من الجانب الإيراني لتحقيق الشروط الإيرانية استراتيجية الأمريكية في هذه المرحلة تقوم على الضغط الاقتصادي والحصار المالي والاقتصادي على إيران وعلى أذرع إيران وأنا أعتقد أنه إسرائيل تساير الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال لكن سيد خصوصا أنها بدأت تدرك بأنه نعم يعني السفارة الأمريكية أعلنت أكثر من مرة وتابعنا وصول مدرعات وصواريخ موجة بالليزر إلى الجيش اللبناني يعني هذا الدعم من قبل الولايات المتحدة في هذا الظرف وهي تعرف أن الجيش ربما سيفقد السيطرة كما حصل مرات سابقة وربما تصل الأسلحة إلى حزب الله كيف نفهم هذه النقطة من الولايات المتحدة؟ يعني أعتقد أن الجيش اللبناني لا يزال لغاية هذه الساعة ممسكا بوحدته المشكلة ليست في الجيش اللبناني وفي القيادة العسكرية للجيش اللبناني المشكلة في لبنان هي في القيادة السياسية الجيش اللبناني ينفذ أوامر القيادة السياسية بالتالي القيادة السياسية هي التي تضح الجيش اللبناني في هذه الزاوية كما يقال وبالتالي كل هذه الذرائع بأن الحكومة اللبنانية مضطرة لتصريف الأعمال بشكل يومي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي في البلد هذه النظرية نسمعها في لبنان منذ العام 2008 ماذا كانت النتيجة؟ الاستقرار الاقتصادي تحول إلى انهيار اقتصادي الاستقرار السياسي كارثة حتى أطراف الشركاء التسوية الذين قاموا في لبنان يتقاتلون فيما بينهم بشكل يومي على تعيين موظف وليس فقط على السياسة الكبرى للبنان وبالتالي كل هذه النظريات أنا أعتقد أنها لتبرير ضعف هذه الطبقة السياسية التي تمسك بالوضع ولتبرير ارتهانها وأكثر من ذلك لتبرير عملية شراكتها وتوطوئها مع حزب الله في هذه المرحلة دكتور زيات بالنظر إلى هذا الدعم الأمريكي للجيش أيضا الأحداث هذه كيف ستؤثر على علاقات لبنان الخارجية خاصة مع الأوروبيين والأمريكيين بالتأكيد الحكومة اللبنانية ستكون في حرك شديد لأنها لم تتخذ أي موقف فيما يتعلق بممارسات حزب الله وأعتقد أن الضغوط التي ستمارس عليها الفترة القديمة ربما تؤدي إلى أزمة داخلية لأنها مضطرة أن تكون لك موقف لكن أعتقادي أن هذه الضغوط ستوقف على ممارسات من حزب الله جديدة وإذا كنت أقدر أن حزب الله لن يغامر بأي عمليات حتى لا يشوش على الاستراتيجية الأمريكية للتعامل مع الملف النووي الإيراني فلا أعتقد أنه سيقوم بأي مغامرة في لبنان لكن ستكون سوريا ميدان مواجهة كما حدثت في الفترة الماضية هناك تفاهم إسرائيلي روسي بالفعل على هذا الأمر ولعلك تدرك أن روسيا التي ضغطت على حزب الله لإبعاد كوادر التي كانت موجودة في المناطق المحيطة بالجولان إلى مناطق خارجها وبالتالي وبعيدة عن المواقع الخاصة بالحكومة السورية يبقى معي دكتور زياتي مرة الضربات موجة عديدة وجهتها تل أبيب لحزب الله وقياداته دون رد إلا أن الحزب على غير عادة يختار الرد على استيدافي الأخير بالضحية ويفتح باب التساؤلات حول الأسباب ترجمة نانسي قنقر طيب يبدو أنه أنت مصير على أنه اجتماع جون هو ما صنع كل هذه الأوضاع حتى الآن أبركز نقطة مفرعة اجتماع 25 جون 2019 الذي قال عنه نوتنياهو اجتماع تاريخي أعتقد أنه رسم ملامح المنطقة للعشر سنوات القادمة شكرا لك بقمعي سيد منيف عماشي الحربي وأيضا دكتور مجاهد زيات وأشكر من بيروت الكاتب والمحلل السياسية الأستاذ نوفل الضوء شكرا جزيلا لك كنت معنا من بيروت نتابع مشاهدينا في هنا الرياض لك بعد قليل أفغانستان البحث عن السلام في كهوفي طالبان مبعوث واشنطن يسلم مسودة الاتفاق لغني في بيو في بروكسل لبحث الترتيبات العسكرية مع الناتو قامت الولايات المتحدة عبر مبعوثها للسلام بتسليم الرئيس الأفغاني مسودة اتفاق سلام بين واشنطن وطالبان للموافقة عليها الاتفاق الذي من شان خفض العنف وتمهيد الطريق أمام سلام دائم وإنها 18 عاما من صراع الدام في أفغانستان إلا أن القوات الأفغانية لا تزال في اقتتال مع طالبان فهل تنجح أمريكا في الخروج من هذا الكابوس في أفغانستان ماذا سيكون رد الحكومة الأفغانية على مسودة الاتفاق وهل يمكن لطالبان أن تنظوي تحت مظلة الدولة وتتخلى عن أجل ذاتها نفتح النقاش بعد قليل اتفاق من حيث المبدأ بين واشنطن وحركة طالبان لإنهاء 18 عاما من الحرب في أفغانستان أصبح في يد الرئيس دونالد ترامب الذي شدد على أن الولايات المتحدة ستحتفظ معه بوجود عسكري دائم هناك وجود أثار وفقا لصحيفة نيويورك تايمز انقسامات داخل الإدارة الأمريكية بشأن توسيع دور وكالة الاستخبارات المركزية CIA في أفغانستان وفي كابل سلم رئيس الوفد الأمريكي للتفاوض زلماي خليل زاد الرئيس الأفغاني أشرف غاني ورئيس الجهاز التنفيذي عبدالله عبدالله مسودة الاتفاق للنظر في أمره السلام الحقيقي بالنسبة لنا هو إنهاء العنف والتفاوض المباشر مع طالبان لذا نأمل أن يؤدي الاتفاق إلى هدنة وفي النهاية يمكننا أن نقنع طالبان بالتخلي عن العنف ضد الأفغان وهذا بالتأكيد سيقودنا إلى تسوية وبموجب الاتفاق سيتم سحب أكثر من خمسة ألف جندي أمريكي من خمس قواعد في أفغانستان خلال 135 يوما في مقابل العديد من الضمنات من جانب طالبان ووقف إطلاق النار والتفاوض مع الحكومة الأفغانية وكان السلام في أفغانستان محور مباحثات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع الأمين العام لحلف النيتو يانسي ستولتنبيرغ في بروكسل حيث تم تقاسم الأعباء والجهود المستمرة لتحقيق السلام بالبلاد سلام بالقول تبدو معه الأفعال على الأرض مغايرة إذ حاولت طالبان السيطرة على قندز في شمال البلاد وشنت هجوما في بلء خمري عاصمة ولاية باقلان المجاورة كما تبنت طالبان هجوما انتحاريا قرب مجمع دولي يضم منظمات إغاثية في كابل ما أدى إلى مقتل ستة عشر شخصا وجرح أكثر من مائة آخرين جميعهم مدنيون هجوم أدنته المملكة مجددة التأكيد على وقوفها وتضامنها مع أفغانستان ضد العنف والإرهاب والتطرف تصعيد للعنف أبدت معه القيادة المركزية الأمريكية شكوكا حيال نوايا طالبان ومخاوف من أن يتسبب الانسحاب في انزلاق البلاد في حرب أهلية جديدة قد تقود لعودة طالبان للحكم مع توفير ملاذ آمن للجماعات الإرهابية على مستوى العالم ومنها تنظيم داعش الذي أبدت عناصر منطالبان رغبتها في الانضمام إليه عن الدخول في اتفاق ينهي حربا هي الأطول للولايات المتحدة وتسببت في مقتل نحو ألفين وأربعمائة جندي أمريكي وإصابة حوالي عشرين ألفا أخرين فضلا عن تكلفة ضاهظة قدرتها جامعة براون الأمريكية بنحو تريليون دولار بينما لا يزال الوضع الأمني هشا في أفغانستان الجريحة لبرنامج هنا الرياض حازم السيد أفتح النقاش في هذا الملف مع ضيفي الدكتور أو سيد منيف عماش الحربي والدكتور محمد منجاهد الزيات دكتور منجاهد الزيات تسليم المبعوث الأمريكي مسودت هذا الاتفاق للرئيس أشرف غني طالما أن المفاوضات بالنهاية يجب أن تمر على الحكومة لماذا همشت الحكومة الأفغانية منذ البداية خاصة من جنب واشنطن صراحة يعني أنا في اعتقاد تسليم الاتفاق لها ونعم أيضا استمرار للتأميش لكن محاولة للتغطية على هذا الموقف لأن المفاوضات التي جرت جرت بين الطرفين الأمريكي وطالبان واشترطت طالبان عدم حضور الحكومة حتى في الجولة السابعة عندما حضر بعض ممثلين الحكومة أصرت عن أن يكونوا حضور شخصي يعني بين أنفسهم وليس ممثلين الحكومة جوهر الاتفاق هو أن يتم الاتفاق ما بين الطرفين فقط ثم يبدأ الحديث على التعامل مع الحكومة وبالتالي أنا في اعتقاد أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف ترغم الحكومة على تمريض هذا الاتفاق وعلى أن يعول بعد ذلك على الدخول في مفاوضات بين الطرفين الحكومة وطالبان وهذه ستكون صعبة للغاية ويصعب التوصل للنتائج بخصوصها لأن طالبان تطالب بتغييرات فيما تعلق بالنظام السياسي وتحاول العودة إلى ما قبل 2001 وأنت بهذا الشكل تعود إلى أفغانستان القديمة التي كانت بصورتها القديمة دكتور زياد أن يكون اندماجها أو انضواءها تحت مضلة الحكومة مغيرا لأجنداتها المتشددة نوعا ما الأمر معقد درجة كبيرة لأن الحديث عن مثلا تضمن طالبان أن لا تكون أفغانستان ملازا أمنا للتنظيمات الإرهابية من يضمن ذلك؟ ومن يضمن أن تظل طالبان متماسكة بعد الاتفاق وأن لا تخرج منها فصائل تتحرك في ناحية أخرى ثم ما هي العلاقة ما هي شكل العلاقة التي ستكون ما بين طالبان والقاعدة وداعش الذي أقام أولاية خرسان القوية هناك ثم شبكة حقاني وهي شبكة أكثر تطرفا حسب التقارير الدولية الخاصة بالإرهاب وهي جزء من طالبان لكنها تتميز عنها تنظيميا كل هذه الأمور يمكن أن تحكم الحديث عن هل تتغير طالبان أم لا ولعلك تلاحظ أن طالبان تسيطر على أكثر من نصف أفغانستان حتى لو دخلت في العملية الأساسية يمكن أن تعود من خلال صناديق الانتخاب لو وافقت هي عليها وبالتالي تعود أفغانستان إلى المراحل الأولى التي كانت فيها قبل 2001 طيب لماذا اضطرت أساسا واشنطن إلى التفاوض مع الطالبان لنتذكر أنه في أوائل لهذا العام الرئيس أشرف غني دعا طالبان إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات وقبول مطالب الأفغان التفاوض مع الحكومة رفضت ولم تدعم واشنطن أشرف غني الآن ذهبت منفردة لتتفاوض مع الطالبان لأن الطالبان عرفت الاستراتيجية الأمريكية التاريخية الأمريكان هم أساتذة الأمريكان دائما لا يجدون الخطوة الأخيرة الأمور تبقى معلقة وهذا ما حدث لو تلاحظ في فيتنام في الثلاثة والسبعين عندما ذهب كيسينجر للتفاوض مع الفيتناميين في باريس كان روجرز وزير الخارجية لا يدري عن هذا الأمر في عهد نيكسون فبالتالي الأمريكان دائما عندما يدخلون في معزق في أي دولة يريدون التفاوض مع الطرف القوي تعرف طالبان تملك الآن تصيد على سبعين بالمئة من الأراضيات الأفغانية فهم يريدون الطرف الأقوى يتفاوضون معه بحيث أنه يخرجون وكان يقول للرأي العام أنه خرجنا باتفاق نفس ما حدث في فيتنام نعم في فيتنام الخسائر فادحة وصلت إلى 58 ألف قتيل في أفغانستان وصلت إلى 2500 قتيل أمريكي ولكن طالبان فهمت هذه الاستراتيجية الأمريكية فهمت أن الأمريكان يدخلون في معزق في نهاية المرحلة وبالتالي لا يوجدون التعامل معها ويتفاوضون هذا أيضا ما حدث لو تلاحظ بعد 2003 لماذا ممكنت طهران من المشهد في العراق بنفس العقلية طالبان أجادت التفاوض أجادت الحضور الأمريكان هذا تاريخهم دائما هل استفاد الأمريكيون من التجربة الروسية في أفغانستان؟ ارتكبوا نفس الخطأ على الأقل لم يخرجوا يعني هذا بس خلنوا أكد أخي مفرح إلى النقطة حرب الميليشيات هي حرب طويلة من الصعب أن تنتصر عليها وهذه أقوى دولتين في العالم هذا حدث مع الروس في أفغانستان حتى البريطانيين بالأفغان تاريخيا نفس الطريقة الميليشيات من الصعب الانتصار عليها ولكن من السهل أن تحجم حضورها السياسي الآن هل طالبان انتصرت؟ أنا أعتقد بتفاوضها مع الأمريكان بشكل مباشر هي انتصرت وكان الولايات المتحدة تعترف أن هذا الفصيل القوي هذا الفصيل المؤثر وسمحت بتهميش الحكومة الأفغانية الولايات المتحدة تعترف بخسائر حوالي تريليون دولار في حربها مع طالبان طيب دكتور الزيات هل من قيمة لهذا الاتفاق مع طالبان باعتبارها ستضمن عدم حسب ما كان في المسودة عدم سيطرة أي من التنظيمات المتطرفة ولكن هناك تشضي في صفوف طالبان وهناك رافضين للاتفاق مع الولايات المتحدة وقد حسب معلومات أمريكية ينضمون إلى داعش أو التنظيمات أخرى متطرفة بغض النظر عن كم تسيطر طالبان الآن على الأرض بالتأكيد سيكون هناك متغيرات على المستوى التنظيمات الإرهابية وبالتأكيد الاتفاق سيدفع قوة داخل طالبان الخروج وربما تنضم إلى داعش وربما تتحالف شبكة حقاني القوية والتي تضم أكثر من عشر تلاف مقاتل إلى جانب بعض هذه التنظيمات ولن تضمن طالبان إمكانة سيطرة أو جعل أفغانستان ملازا آمن وهو مدفعني إلى الاهتمام ببعض التقارير التي وردت مؤخرا والتي تقول وتتفق مع قاله سيد مريف أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها استراتيجية أعلى وأكثر أهمية من حضورها في أفغانستان هذه الاستراتيجية تعلق بمواجهة مع الصين والحزام والطريق الذي فاصلت أسيا وربما يكون الخروج بهدف أن تكون المنطقة غير مستقرة وعدم استقرار المنطقة يساهم في المواجهة مع الصين ويقوض مشاريع الصين في وسط أسيا بالدرجة الأساسية ويحقق الرئيس ترامب ما حققه في معلنه عند وصوله إلى الحكم أن أنا سحبت القوات ولا يعنيه ماذا يحدث في أفغانستان هذا ما حدث في العراق وخرجت وتركت كل شيء على ما هي عليه رغم ما أنفقت فيه إذن هذا يكون احتمالا وبالتالي تكون مستقبل أفغانستان تحت سيطرة طالبان والمرهنة على اعتدال طالبان مرهنة خاسرة من الولايات المتحدة الأمريكية لكن ربما كان الأمر أنها لا يعنيها أن تستقر أفغانستان طالما ستكون حجر عصرة في مواجهة الاستراتيجية الصينية في وسط أسيا لكن ألا يقود هذا إلى أن تذهب سواء حركة طالبان أو أفغانستان إلى جوانب أخرى سواء للصين أو إيران يعني الدعم الإيراني للطالبان واضح بالتأكيد جواد ظريف أكد على أن هناك علاقة بين طهران وحركة طالبان البعض رآها محاولة ربما لإفشل هذا الاتفاق ولكن إذا كان حقيقيا وهو ما يتابع يعني هل من آثار مستقبلية له دكتور زيات يعني هي إيران سوف تسعى إلى طالبان لكن طبيعة طالبان لا يمكن أن تتوافق مع إيران لكن ربما تستفيد من النزاع الباكستاني الهندي الحالي وربما تجري عملات استخطاب لأفغانستان من أي من الطرفين هذه متغيرات جيدة سوف تسهدها المنطقة لكن أنا لا أرجح أن تقترب من إيران لأنك تناقض كبير مذهبي فيما بين الطرفين ومواقف سياسية قديمة تكون المصالح أحيانا تحكم تعاملات لكن إذا جاء الطالبان وكأصبحت جزءا كبيرا في صنع القرار لا أرجح إطلاقا أن تتعامل مع إيران أو تتحالف معها طيب كيف ستتعامل الولايات المتحدة إن أرادت تحقيق سلام في أفغانستان وليس إبقاء الأمور معلقة كما تقول أنت والدكتور زيات حتى توثر على مناطق أخرى هناك روسيا قالت بأن نحن مستعدون لضمان هذا الاتفاق بين الطرفين وهناك العلاقات التي تتحدث عنها طهران على اللسان الضريف موسكو استضافت الفصائل في موسكو ولكن لو كانت الولايات المتحدة تريد استقرار أفغانستان مثل ما قال الدكتور جاهد زياد استراتيجية 2018 التي أعلنت وهو الانتصار على دولة عظمى روسيا والصين ورد قوى إقليمية هذه الاستراتيجية الأمريكية لو أرادوا استقرار أفغانستان كان مكنوا باكستان والنفوذ الباكستاني مقابل النفوذ الهندي والإيراني في أفغانستان لكن هم يريدون أن يخرجوا لأنه مثل ما قال الدكتور مجاهد وهذه نقطة مهمة هم يريدون التفرق في الاستراتيجية 2018 إلى الانتصار على دولة عظمى لكن هل أمامهم شيء غير الخروج؟ البعض حتى هناك تقارير أمريكية قالت أن هناك دعم روسي لفصائل أو تنظيمات في الفن كان بالإمكان تعرف الاستقبارات الباكستانية هي الممسكة بمفاصل الملف الأفغاني وهي لعبة دور في صعود طالبان أيضا وتعرف عندما وافقت بنظير بوتو على صعود طالبان مقابل أن تكون تحجم حكمة يار في فترة من الفترات فبالتالي لو دخلت باكستان أنا أعتقد كان طرف مهم ولكن الولايات المتحدة تريد أن تخرج لأنها ستتفرق لحربها الكبرى مع الصين وروسيا والقوى الردع سواء لاحظ ردع قوى إقليمية وليس الانتصار على قوى إقليمية يقصدون كوريا الشمالية وإيران طيب دكتور زيات إذا كانت واشنطن تريد السلام في أفغانستان ونفترض ذلك ولا تريد أن تكون ملاذا للمتطرفين بغض النظر عن تكون قوى رادعة يعني هناك مشكلة يتحدثون عن تعزيز لدور الاستخبارات ربما في أفغانستان وزرع هؤلاء المخبرين في أوساط التنظيمات حتى لا تتكرر مشكلات سابقة نعم وتوسيع دور المخابرات المركزية هناك له أسباب تاريخية فالمخابرات المركزية هي التي أنشأت منذ البداية تنظيم القاعدة وكانت لها دور كبير في هذا الموضوع وكانت معاصرة لاندماج تنظيم القاعدة مع حركة طالبان وبالتالي فتوسيع الدور هو محاولة من الإدارة الأمريكية لإيجاد بديل يعني سحب القوات من هناك لتحقيق هدف هو أقلت عليه لكن ربما تتصور أن بقاء أو انتشار أو توسيع دور المخابرات المركزية سيغطي أو سيتكفل بالمتابعة لكن هو السؤال إذا كانت طالبان تسيطر على 70% من أراضي أفغانستان أين ستنتشر القوات أو العناصر التابعة للمخابرات المركزية هذا كلام يقال للاستلاك المحلي لأن المخابرات المركزية لا تجد فرصة للتحرك داخل أفغانستان ولم تنجح في تحقيق عمليات ملحوظة خلال الفترات الماضية نعم تعليق مختصر الولايات المتحدة الثمانية الثمانية أدارت ظهرها لأفغانستان وهذا نتعيجها فهي لا تجد أنفينش هي أستاذة في أنتفينش بيزنس وبالتالي نفس الطريقة أنا أعتقد أنه ما حدث الثمانية الثمانية وما يحدث الآن سيعود بنفس المشاهدة وربما عدلها دينا وسددت دينا شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الكاتب المحلل السياسي الأستاذ منيف عماش الحربي وأشكر من القاهرة عبر الأقمار الصناعية مستشار المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط دكتور محمد مجاهد الزيات طالبان هذه بطاقة تعريفية عنها أطول حروب القرن الماضي ونلتقي مشاهدين غدا في أمريلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر